تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت بعد فيوز ليونال ميسي بالكرة الذهبية في حلقة اليوم حتكلم عن ثلاث محاور المحور الأول ليش هذه الكرة الذهبية هي أصعب وحدة تقول فيها مين بستاهل ومين بفوز والمحور الثاني حتكلم ليش ليونال ميسي هو الحل الأفضل في هذا التصويت دائما وأبدا والمحور الثالث حنتكلم عن مسألة شو هي الكرة الذهبية شو معيار الكرة الذهبية والشحين إلها كلهم عندهم نقاط إيجابية بتخليك تحكي بثقة آه فلان عشان كذا وبنفس الوقت كلهم عندهم سلبيات بتخليك تقول بس ما هو كذا ببساطة أو إذا في واحد ضدك نقول آه وانت ناسي كذا كلهم عندهم هيك تجي تقول ميسي جاب كوبا أمريكا ختم واحد من أهم مسيرات كرة القدم خلص ما فيش نقاط ضعف لكن طب ما هو من أول مرة عسان جيرمان لعب مباراة كويس تقريبا أو مبارتين مع برشلون مش دايما تمام نعم على المستوى الفردي الأرقام جيد لكن مع برشلون ما كان ميسي أفضل لعب في العالم فبتيجي تقول بسكت بروح على واحد تاني جورجينيو جاب دور الأبطال جاب أمم أوروبا حقول لك بس يعني إيطاليا منتخب منظومة مثلا تشيلسي منتخب منظومة وكان لعب ممتاز بالمنظومة التقى بإنه يكون بالفريقين زي كأنك تقول ساميخ ديرا كان يستاهل أفضل لعب في العالم أو يترشح لأفضل لعب في العالم بألفين وأربعطاش مع أنه ساميخ ديرا فاز بكأس العالم وفاز دور الأبطال بنفس السنة طبعا مش تشبيه أنه خديرا وجورجينيو مين أفضل مع أنه خديرا لعب كبير يعني بغضر نظر عن انطباعة الناس عنه ولعب نعرف مسيرة الكروية شو هي بس بنفس الوقت هذا المعيان العام معيار اللقب بيخليك توقف جورجينيو لعب ممتاز بس هل هو لعب كرة ذهبية تيجي تقول والله ما ظنه بعدين نروح على صلاح أهم لعب في الدوري الإنجليزي في أهم دوري في العالم في أقوى دوري في العالم رائع جدا مش طبيعي طيب بسجل بصنع بناء التكتيك كله عليه بفوز بس ما حقق شي فليش يفوز من رعب نزيمة المدردين متعودين داما عندهم واحد منشح بالكرة الذهبية فهو أحسن واحد فيهم أيضا هو أحسن واحد في واحد من أهم الدوريات في العالم الدور الإسباني ومع المنتخب الفرنسي جاب دور الأمم الأوروبية بس اليورو راحت منه فدائما بتجي تقول بس ما علش يعني عذرني يعني بنزيمة في أوروبا في دور الأبطال ما حسنها بالحسم تبعه زي ما حسنا بالدوري ما حسنا في أمم أوروبا حاسم مع أنه سجل أهداف وكان موجود بس ما قدر يشير الفريق والله للقب وهذا فريق فائز بكأس العالم يعني ما بنتكلم عن فريق الصغير طيب نروح من بنزيمة لباندوفيسكي عدد أهداف ما فيش زيه بيفوز بس تجي تقول ما هي الأهداف بدور الألماني بتتراجع شوي بتجي تقول كمان طب ما هو مع المنتخب طب دور الأبطال غاب طب بتتراجع فكلهم عندهم إيجابياتهم اللي بتفوزهم وكلهم عندهم سلبياتهم بتقول ما بتفوز فهذه الكورة الذهبية عائمة وأفضل حل لما تكون جائزة عائمة تعطيها لمسي وهذا محورنا الثاني ليش مسي؟ لأنه مسي إذا فاز بالكورة الذهبية الموضوع بصير عادل بنظر العامة بنظر المعلنين بنظر الرعاة بنظر الصحفيين بنظر المخضرمين بنظر الناشئين وبنظر كل البشر لأنه ليونيل مسي اللي ساهم برفع شعبية كرة القدم اللي ساهم برفع متعة كرة القدم واللي جيلي كبير من بيحضر كرة قدم حاليا بلشوا عشان ليونيل مسي فبالتالي هو حل وسط لما تضيع الجائزة لمين بتعطيها لمسي حتى لو ما عرفتش تعطي مين أفضل لعب بأفريقيا أو أفضل لعب بآسيا أعطيه جنسية وبعدها أعطيه أفضل لعب والعالم حيكون مبسوطين ويزجفو لك والروح على المحور الثالث طب شو معيار الكرة الذهبية هاي اللي محيريننا فيها شي حكيتوا قبل سنتين حطر أعيد اليوم مفيش معيار الكرة الذهبية مش مرمى تسجل فيه هدف ويقول قول أعطوا الكرة الذهبية أو كأس ترفعه ويعطوك جنبه كرة ذهبية لا أبدا في الماضي كان كثير معيار الكرة الذهبية قائم عن الألقاب بشكل مباشر وواضح لها فترة طويلة من الزمن لكن بعد ذلك مع دخول السوشال ميديا وتطور الإعلام قبل ذلك إعلام الرقمي بشكل عام أصبحت معيار جائزة السوشال ميديا هو الرأي العام الرأي العام العالمي كأنك تختار انتخابات وزي ما الانتخابات ممكن تختار رئيس سيء ممكن تختار رئيس جيد مزدروري دائما يكون اختيار الرأي العام مناسب للمنطق الطبيعي تبعك انت كشخص ممكن يكون عاجبك ممكن يكون عاجبك هذا هو الفكرة فالرأي العام هو اللي بيحكم الكرة الذهبية مثلا ب2018 الرأي العام لنهاية دور الأبطال 2018 كان الكل يتوقع الكرة الذهبية لرونالدو لكن فجأة وبقدرة قادر مودريتش راح لهاي دور الأبطال أوروبا رونالدو خرج من ريال مدريد ريال مدريد وجه ضغطه الإعلامي وهذا حقه وحق كل الأندلة وجه ضغطه الإعلامي يدعم لاعبه مودريتش ومودريتش فاز بالكرة الذهبية فبتيجي تقول جاب دور الأبطال لعب نهائي كأس العالم أكيد بيستحق طبعا قبل شهر عند كثير الناس من اللي قالوا عنه بيستحق ما كان يستحق بس الرأي العام تحول لمودريتش وهو لاعب قدم موسم خارق فكان تمام منطق أيضا هذه المعايير الآن مثل لما جاب كوبا أمريكا موسم ببرشلونة مش تمام مش موسم كرة ذهبية قليلا نكون واضحين بس لما جاب كوبا أمريكا بنتكلم عن رجل يملك مسيرة قد تكون أفضل مسيرة في تاريخ كرت القدم تناقصها نقطة فجاءت هذه النقطة فهذه النقطة بتصير مهمة كثير كثير هذه القطعة الناقصة بعض الأحيان يكون عندك مليون قطعة بتطلع اللوحة مشوهة القطعة الأخيرة بيكون ثمنها هي المستعدة تدفع فيها اللي بفوقك وتحتك فالكوبا أمريكا ربما بطولة صغيرة مقارنة بكأس العالم وأوروبا لكن مقارنة بإكمال مسيرة ميسي كانت شيء خارق رفعت الموضوع كثير جدا فبالتالي حجبها بنظر الناس كان كبير وكأنها كأس عالم فالرأي العام اتجه لليونيل ميسي هذه هي الفكرة لو كانت في 2020 كان الرأي العام لليفاندو بيسكي وأقول لكم شيء أحكي لكم يا أورة ثانية لو بايرم يونيخ ما غلب برشلونة 8-2 كان الرأي العام مش حيروح مع ليفاندو بيسكي وإحنا عارفين لأنه لعيب اللي في الدور الألماني أو الفرنسي محتاجين ضغط كبير ونجحات عملاقة جدا أكبر من الثلاثية بعض الأحيان زي ما صار مع ريبري عشان تجيب كونه ذهبية في هذا الزمن لأنه زمن رأي عام عالمي والرأي العام العالمي ايه مركز مع دور الأبطال مع الدور الإنجليزي مع الدور الإسباني أكثر من الدوريات الأخرى أتمنى تكون الحلقة مفيدة طرحة فيها وجهة النظر وأتمنى تتركوا لايك وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة